قصة مولان من الأساس مبنية على أحداث حقيقية في القرن السابع الميلادي في شمال الصين عن أحد الحروب اللي صارت هناك والامبراطور وقتها طلب رجل واحد من كل بيت ينضم للجيش بما أنه أبو مولان القائد سابو ما عنده أولاد كان حيروح هو بنفسه رغم أنه كبير في السن فمولان تنكرت كرجل وراحت بدل عنه لأنه ممنوع للنساء دخول الجيش اختلفت النهايات في الروايات المختلفة للقصة لكن الأساس واحد القصة هذه تبنى عليها عدد من الأفلام والمسلسلات منها أحد أجمل أفلام ديزني الكرتون في عام 98 واليوم تجينا نسخة حية برضو من ديزني لو حقارن الفيلم الجديد من الكرتون ما راح أعطي فرصة عادلة فأخلي المقارنة نهاية المقطع وراح أراجع الفيلم كفيلم مستقل أول شيء في عدة المراجح أستخدم أسلوب مختلف شوية راح أذكر الإيجابيات والسلبيات بالعموم نجي أولا للإيجابيات أول شيء مبهر في الفيلم هو أماكن التصوير مع أن أغلب الفيلم ما تصور في نيوزلندا لكن ما في لحظة حسيت أن التصوير خارج الصين القرى والقلاع والمعسكرات جميلة جدا ومتقنة كذلك تصميم أزياء ودروع الشخصيات جدا مقنع سواء للمنطقة أو العصر اللي قاعدين يتكلم عنه أيضا أجمل شيء في الفيلم بالنسبة لي هو الموسيقى واستخدامها ما في أحد يغني في هذا الفيلم لكن استخدام الأغاني الموجودة في فيلم الانيميشن كألحان خلفية لبعض المشاهد كان استخدام روعة حتى الموسيقى الأصلية والأغنية حق نهاية الفيلم طلعت مشاعر صادقة مني أنا كمشاهد طبعا الفيلم يتكلم عن حرب فطبيعا يكون فيه معارك وهنا قد يكون شيء إيجابي أو سلبي وهذا يعتمد على نوع القتالات اللي تعجبك أنت كان فيه أفلام في بداية الألفينية تعتمد على القتالات البهلوانية الغيرواقعية زي كاوتشين تايجر هيدين دراغن لكن فيه ناس كثير يحبوا هذا النوع من الأفلام فإذا أنت واحد منهم راح تعجبك القتالات في هذا الفيلم رغم أنه فيها مشاكل ثانية حتكلم عنها بعد شوي لكن لو أنت زي ما تستمتع بهذا النوع من القتالات فما راح تعجبك من الأساس الدراما في هذا الفيلم متذبذبة لكن فيه مشاهد كانت رائعة في تنفيذها وحسيت بثقل الموقف اللي قدامي نجي للسلبيات خلال العمل على الفيلم ديزني صرحت أنه فيلم حيكون أكثر واقعية وأقرب إلى التاريخ الحقيقي في بداية الفيلم أنضاف شيء غير موازين القصة تماما حاجة اسمها التشي وهو أحد مسميات طاقة الحياة واللي تكمن أيضا في أجساد البشر بطول الكلام عنها هذا التشي شفناه قوي جدا في بداية الفيلم عن مولان وهذا كان أسلوب اختصار لتطور الشخصية اللي حنشوفه في الفيلم فبالتالي نمو الشخصية اللي يساعدني أن يرتبط فيها ويساعد يوصل الرسالة أنه أي شخص يقدر يوصل للقمة بالمكافحة والتدريب أن قتل بسبب هذا الاختصار وصار أكثر عن مولان المرأة المميزة بطبعها عن أنه رسالة أمل لكل الفتيات أنه الطريق مفتوح للجميع نيجي نتكلم عن الخيال في الفيلم طبعا الخيال عمره ما كان مشكلة في الأفلام وفي الغالب يضيف للفيلم الشيء الكثير لكن المهم أنه الفيلم يقدر يقنعك بهذا الخيال ويخليك تنسى أنك قاعد تتفرج على فيلم وهنا يجي أحد أكبر العوامل اللي خلتني ما أستمتع في الفيلم بالعموم الخيال منفذ بطريقة سطحية جدا وغير مقنعة أبدا تتذكر في كل لحظة أنك قاعد تتفرج على فيلم وفي أغلب المشاهد مسج الواقع مع الخيال كان غير مكتمل أضف إلى ذلك كمية المشاهد اللي باين اللي وراء الممثلين Green Screen نبدأ ندخل مرحلة الرخص في التنفيذ خاصة أن الفيلم ميزانيته 200 مليون دولار القصة أيضا صار فيها عوامل زي السحر والشعوذة ما طبقت كويس أو حتى أضافت شيء مفيد للفيلم وهذا كمان ما ساعد الفيلم أن يكون أكثر واقعية أو جدية زي ما كانت تبغى ديزني نرجع للنقطة المعارك وزي ما قلت قبل كذا المعارك نفسها مهي مشكلة هي مسألة تقبل لهذا النوع لكن أنا بالنسبة لي طبعا هذا النوع يفصلني من جو الفيلم خاصة لما أبدأ أشوف واحد قاعد يمشي في الهواء ينتهى الموضوع لكن بغض النظر عن تعجبك أو ما تعجبك هذه الطريقة القتالات نفسها كان فيها مشاكل أول شيء كانت ملمعة بزيادة وبعضها تحسها بهرجة من غير ما يضيف شيء لمتاعة القتال التحرير وقص المشاهد في المعارك نفسها ضعيف جدا وبعضها شوفوا أرخص من أفلام الكونفو حقة الثمانينات التمثيل في هذا الفيلم برعاية أقرب نجار من بيتكم أغلب المشاهد ما في أي مشاعر من الشخصيات وتعبير وجههم أقرب للخشب كذلك بعض الممثلين من كثر من نطقه سيء الإنجليزي ما تدري هو مدبلج ولا قاعد يتكلم من نفسه بهر هذا كله بحوارات كثيرة ضعيفة فيجيك تمثيل متحجر حوارات ضعيفة بلهجة إنجليزية صينية وبالتالي ما في أي أمل أنك تدخل جو أو ترتبط عاطفيا مع أي شخصية أو أي حدث خاصة لما الأحداث تتسارع وأن المفروض أن يقتنع بأن شخصية غيرت قناعتها في 30 ثانية وضحت بأغلى ما تملك في 30 ثانية أخرى المفروض أن يشوف مقطع مهم جدا يا دوب كمل دقيقة وارتبط مع كل الأحداث والشخصيات وتأثر يعني سلامات غير أنه ردات فعلا الناس المواقف غير منطقية أبدا لا في قصص واقعية ولا حتى في قصص خيالية إلا لو كان فيه أنواع بشر ما اكتشفهم التاريخ ويتصرفوا بخلاف المنطق فهذا شي مختلف أضف لذلك أنه التنقل بين المشاهد مزعج وما يعطيك فرصة تكمل الإحساس اللي أنت بتحسه وينتقل بين المشاهد المختلفة بدون ما ينضج المشهد اللي قبله لما نجي للعدو أو الشرير حق القصة طريقة عرضه لنا ما فيها ظلامية وحس أنه فعلا هذا خطر علينا خاصة لما ترجع نقطة التمثيل والحوارات أيضا تعاون الأشرار مع بعض طرحه صراحة كان جدا هش وغير مقنع مع كل اللي قلته الفيلم كان بالنسبة لي ماشي برتم غير متوازن أبدا فلتت معه الأمور وفقد الهدف والمغزى من القصة بسبب هذا الطرح كثير من المشاهد تحسي ارتباطها باللي بعده جدا ركيك بعد ما راجعت الفيلم كفيلم مستقل بذاته جاء الوقت أننا نشوف طرحه ومقارنة بالانيميشن أول نقطة ذكرتها قابل شوية هو بناء الشخصية مولان في الانيميشن امرأة عادية قررت تضحي بكل شي عشان تنقذ أبوها والتضحية مصورة أمامنا بطريقة تحس بألمها تدائم قصر شعرها طويل إلى مخالفة خداع أبوها اللي هو أغلى شي عندها تصوير الفيلم لها لكونها ما تقدر تسوي شي لكن بالمكافحة والتدريب والحنكة والذكاء تتحول تدريجيا من عبء على الجيش إلى شخص يعتمد عليه ويوقف جنب لجنب لأقوى رجال المعسكر وأفضل منهم في أمور كثيرة أيضا هذه رسالة ولا أجمل في الحياة أنه أي أحد يقدر يصير أي شي بالعمل للجاد وما يحتاج تكون مميز ويكون عندك شي أقوى من الباقين عشان توصل للقمة حتى المعالجات الدرامية أفضل في الكرتون في مشهد الجنود يمروا على مدينة محروقة في الكرتون يكونوا بيغنوا ويرقصوا فجأة يشوفوا المدينة المحروقة وتشوفوا الصدمة على وجههم حتى أنا كمشاهد تعبير وجهة تغير من كثر الصدمة نفس المشهد في الفيلم أوه المدينة احترقت يا حرام طريقة الطرح ما أثرت فيني أبدا لأنه ما كان فيها شي مقنع لا في طريقة الطرح ولا في التمثيل لدرجة أني نسيت نوم في مدينة محروقة وجاف بالي أنهم في المعسكر في الليل مولعين النار حولينهم عدم وجود موشو التنين المضحك ما هو مشكلة ولا افتقدت الأمانة كون طريقة الطرح مختلفة لكن عدم وجوده معنى أنك لازم تستخدم أسلوب آخر عشان الفيلم ما يصير جدي لدرجة السذاجة والبديل كان مشاهد كوميدية ما لا طعم وما أدت المطلوب في كسر الدراما بين المشاهد في أشياء كانت طرحة أفضل زي كتابة شخصية الإمبراطور في الفيلم كانت أفضل من الكرتون لكن بالعموم الفيلم كان بيحاول يوصل نفس الرسالة لكن الكرتون وصلها بشكل أفضل كان بيحاول يكون أكثر جدية وواقعية وانتهى بعيد كل البعد عن الواقعية بإضافة السحر والشعوذة والمعارك الخيالية وعدم إقناع المشاهد بهذه الأشياء نهاية الكلام الفيلم في النهاية فشل في أنه يمتعني أو يقنعني باللي قاعدة تصير فشل في أنه يحسسني بمشاعر الشخصيات والأحداث اللي قاعدة تصير بعد نهاية الفيلم فعليا ما كنت متذكر ولا شيء إلا أشياء وسيطة باستثناء شخصية أو شخصيتين كل الشخصيات تتناسب سرعة تمثيل وحوارات وإنتاج متذبذب من جيد إلى سيء جدا قتالات عبارة عن بهرجة بدون جوهر صحيح أن الموسيقى والخلفيات كانت رائعة كان في مشاهد درامية ممتعة لكن ما كانت كفاية أنها تنقذ الفيلم وأعطي مولان واحد ونص من خمسة والآن جا دوركم إشراكم في الكلام اللي قلناه وهل تتفقوا أو تختلفوا معنا إذا شفتوا الفيلم ولا تنسوا كالعادة تسووا لايك سبسكرايب وشير نشوفكم إن شاء الله في فيديو ثاني على ألف ألف خير حاجة اسمها التشي اشتركوا في القناة